السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نتعلم كيف نغض البصر بطريقة عملية تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كتير من شبابنا وبناتنا بيعانوا من عدم خدرتهم على غض البصر لأن المرأة مأمورة بغض البصر كما أن الرجل مأمور بغض البصر فكتير منهم بيقول مش عارفين يعني بنحاول وبنجاهد نفسنا لكن برضو مش قادرين نقدر نزبطها بشكل عملي بكل بساطة مع خطوات مع ست خطوات بفضل الله سبحانه وتعالى أول حاجة قبل ما نخرج من البيت نستعين بالله ما نعتمدش على قوتنا وعلى قدرتنا وإن احنا نقدر نغض بصرنا لا دايما كده الإنسان يستكين ويتزلل وينكسر بين يدي الله فربنا يرفع قدره بفضل الله قبل ما نخرج من البيت نستعين بالله ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على غض البصر قبل ما اخرج اللهم أعني على غض البصر يا رب اللهم ارزقني لذة غض البصر يا رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسلد صحيح إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله ده رقم واحد رقم اتنين لما نخرج من البيت لا نطلق العنانة للأعين يمينا وشمالا ما بقاش طول ما أنا ماشي عملت فراجي من وشمال وفوق وتحت لا خلي بصرك وخلي بصرك في الطريق اللي احنا ماشيين فيه يعني ننظر أمامنا ونركز على الطريق يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى مش هنفضل نبص يمين ولا شمال لإني في الغالب يمين وشمال يبقى الرصيف النحادي والرصيف النحادي بيبقى ماشي عليه رجال ونساء كثيرة فأكيد العين هتقع على أي وحدة قد تكون لبسة لبسة مش كويس فبالتالي هنقع في مشكلة فخلينا في طريقنا ونركز ولا نطلق العنان لأعيننا يمينا ولا شمالا رقم ثلاثة طيب قدرا بقى شيخ محمود عينية وقعت على وحدة أو عين امرأة وقعت على رجل لكن بدون قصد طالما بدون قصد اصرف بصرك في ساعتها يعني ماشي فمش واخب باله فداخل يشتري حاجة من محل بيبص كده لقى واحدة لابسة باديو مش عارفه ايه وجنسه مع الدين من قدامه خلاص اصرف بصرك وقعت النظرة الاولى خلاص اصرف بصرك في ساعتها تمام كده في الحديث الذي رواه الإمام المسلم عن جرير بن عبد الله البجالي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة وانا ماشي فجأة لو عنايا جات على امرأة عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك على طول شوحتها كلام عينيك وقعت فجأة على واحدة اصرف بصرك عنها ما تعودش تبص ليها او تتأمل فيها على طول اصرف بصرك تمام وفي الحديث الذي رواه أحمد بإزناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم النصيحة لعلي بن أبي طالب وللأمة كلها قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ناس بقى بتفسرها غلط يقولك ما هو النبي قال هو قال النظرة الأولى ليك والآخرة والتانية مش ليك تمام فيبقى النظرة الأولى بقى واحدة معدية يجبها من يعني ايه من أول الشارع لحد أخر الشارع لا دي مش النظرة الأولى كده تمام النظرة الأولى هي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة نظر الفجأة الذي سأله عنه جارير بن عبد الله هي دي النظرة الأولى لأن الأولى لك وليست لك الآخرة يبقى لما تقع عينك فجأة على وحدة أو الأخت الفاضلة عينها تقع على رجل على طول نغض البصر ونصرب بصرنا عن هذا المنظر رقم أربعة إن احنا لابد أن نعلم ثواب غض البصر عشان نتشجع على غض البصر فمن غض بصره عن الحرام أطلق الله بصيرته ورزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة والحسنة هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يعني فالإنسان لابد أنه هو يسعى دائما للفوز بنعمة البصيرة والفوز بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وجهه يومئذ الناظرة وإيه السبب إلى ربها ناظرة رقم خمسة حبيبي الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى والله العظيم من أعظم الأشياء اللي تعين على غض البصر الانشغال بذكر الله جربوها كده وإحنا ماشيين في الشارع طول ما إحنا ماشيين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرش ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قضي ماشي عملتكم ربنا صدقوني لو أنت عملتوا كده مش هتشوفوا حاجة قدامكم بالمرة درجة كان في واحد اسمه عبيد بن عمير كان من كتر ذكره لله وهو ماشي مرة خبط في واحدة فوقعت على الأرض فالناس يقول له أما رأيتها انت خبطت واحدة وقعتها على الأرض قال سبحان الله والله حسبتها جزع نخلة والله ما خدت بالي أنها امرأة من كتر إيه من كتر مهما جهول بذكر الله سبحانه وتعالى الانشغال بالذكر يجعل الإنسان في أنس مع الله لا يرى أي شيء على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لا يرى المعاصي لا يرى النساء العريات إلى غير ذلك فيبقى ماشي كده مجغول بالله مش لا يرى شيء على الإطلاق لأنه لو ما شفت شيء على الإطلاق ممكن يلبس في عربية يلبس رصيف لا مش ده المقصود المقصود أنه يبقى مجغول بالله وماشي كده ما شاء الله في معية الله سبحانه وتعالى رقم ستة ودي آخر حاجة أن تعلم أنه كما تدين تدان كما تنظر إلى نساء الناس سيصلط الله عليك من ينظر إلى محارمك من النساء وأختم بهذه القصة البسيطة من بني إسرائيل كان فيه رجل تاجر من بني إسرائيل وكان رجلا أمينا مؤمنا صادقا وبعدين كان بيته عبارة عن بيت من الخشب كده دورين بسيط كده يعني الدور التاني متوصل بسلم كده وكان جنب البيت أو جنب باب البيت كده من جوة كان فيه حوض بيجي كل يوم السقه يجيب المياه يفضيها في الحوض وهم يستعملوا المياه من الحوض ده بفضلها ويددولوا التمن في آخر الشهر المهم فالسقه ده كان يعمل ايه؟ كان يخبط على الباب خبطتين فالستة اللي هي زوجة الرجل التاجر ده اللي هو الرجل المؤمن ده تنزل تفتح الباب وهو ينتظر لمدة دقيقة لحد دمه هي تطلع فوق وتقفل على نفسها وبعدين يدخل يفضل مياه ويخرج يقفل باب البيت واضح كده؟ وظل على ذلك لمدة عشرين سنة في يوم الايام التاجر ده بقى الرجل المؤمن ده عنده محل اعتارة فراح الصبح الشغل بتاعه وفتح المحل ولسه بيبتدي يبيع فجاءته اول زبونة امرأة جميلة جدا شديدة الجمال وكانت يعني مش عايزة اقول متبرجة او بس يعني كانت كشف عن ايديها الى غير ذلك فالمهم فطلبت منه اعتارة فادلها الاعتارة فبتمد ادها ففتن بجمال يديها فامسك يديها سبحان الله ثم تذكر ان الله عز وجل مطالع عليه واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يراني على طول راح ترك ايديها واستغفر الله عز وجل وقال والله لا ابيع ولا اشتري في اليوم الذي عصيته فيه ربي اغلق الحانوت اي الدكان ورجع البيت حزين زوجته بتقوله ما لك قال لها حصل شيء عندي النهاردة دايقني جدا قيت له ده انا اللي حصل عندي شيء النهاردة والله لازم احكوه لك قال لها خير قيت له الرجل السقة اللي بقاله عشرين سنة بيجب لنا المية ويحطاه في الحض ويمشي عمره لا شفني ولا لمحني النهاردة انا نزل افتح له الباب لقيته راح داخل ورايا جيت اطلع السل امتلع ورايا مسك ايديا ثم استغفر الله ونزل واغلق الباب ومشى واستغربته وليه عمل كده قال لها سبحان الله دقة بدقة ولو زدته لزاد السقة يعني ابيقول لها انا مسكت ايدي الامرأة فالرجل مسك ايديكي ولو انا زودت كان هو زود دقة بدقة ولو زدته لزاد السقة والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان دول ستة حاجات يعلمونا كيف نغض البصر بفضل الله بطريقة عملية قبل ما نخرج من البيت نستعين بالله لما نخرج لا نطلق البصر يمنة واسرة اذا رقم ثلاثة اذا وقع البصر على وحدة كده قدرا بدون قصد نصرف البصر على طول رابع حاجة ان احنا نتعلم سواب غض البصر عشان نتشجع على ذلك رقم خمسة ننشغل بذكر الله رقم ستة نعلم انه كما تدين تدان اسأل الله عز وجل ان يرزقكم جميعا العفافة والزواج وان يجمعنوا اياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة